السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي متابعين الكرام يارب تكونوا بخير أنا جبت النهاردة لكم كنز مناجات الربوبية للآية بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءونا إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم الآية 29 من سورة التكوير والتفسير الموجز لهذه الآية أي وما تشاءونا الاستقامة أو غيرها إلا إذا شاءها وأرادها الله تعالى رب العالمين إذ مشيئة الله تعالى هي النافذة أما مشيئتكم فلا وزن لها إلا إذا أزنت بها مشيئته المقصود من الآية الكريمة بيان أن كل مشيئة لا قيمة لها ولا وزن إلا إذا أيدتها مشيئة الله عز وجل وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قراءة هذه الآية هنقول هذا الدعاء وندعو بعدها ما نشاء ربنا إن المشيئة مشيئتك والقدر قدرتك فاجعل مشيئتك أن نكون من عبادك الصالحين التائبين الذاكرين الشاكرين المقربين ومن سبقت لهم منك الحسنة يا رب يا رب يا رب إنك على كل ما تشاء قدير يا رب العالمين يا ربنا ورب أباءنا الأولين يا رب سيدنا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين يا رب جبريلا وميكائيلة وإسرافيلة ومالك وردوان يا رب الملائكة الذين هم بعرشك حافين يا رب العالمين اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء يا رب العالمين أعزائي ومتابعين الكرام لا تنسوني من طيب دعائكم لي وأترككم في رعاية الله وحفظه دمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته